اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدينا وتقرير خير جديد من تقارير برنامجنا النهاردة والنهاردة احنا مع شركاءنا في الخير مؤسسة دونيا جديدة النهاردة جايين نفرح البستاشر عريش وعروسة بالاجهزة الكهربائية بنحاول ان احنا نساعدهم في الجهاز كل عروسة ليها تلاجة وغسالة ومبوت جاز وربنا يتقبل يا رب احنا دايما مع مؤسسة نونيا جديدة من الحاجات الاساسية في نشاط المؤسسة هي تجهيز العرايس وان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا نقدر نفرح لهم ويفتحوا بيوت بالحلال تعالوا مع بعض المشاهدينا نشوف فرحة 16 عريش وعروسة النهاردة كلنا نقدر نساعد هجوه وانا الخير كتير يلا فينا نبدأ طارقنا حق وخير فين هيتوا نلاقي جنمت زينا مسكو حالي تعرف عليك يا حبيب اسمي نورهان نورهان ألف مبرو الله يبارك فيكي قوليلي انتي بتشتغي يا نورهان لأ من اشتغلش عندك كم سنة؟ ساعة وشر صغيرة لسنة؟ بكمل تعليم بساقش وانا بكمل تعليم بل في سنة كم؟ في تانية تمريد طيب برافو عليك لازم تكمل اعمل هكمل ان شاء الله انتي معاكم هنا حلوة يعني خسارة ان شاء الله هكمل بتشتغلي بقى بعد تجوز ان شاء الله؟ مش عارفة حسنا ما هايقول انتي جوزك بيشتغل ايه؟ شغال في شركة مقاولين انا يصلك هتجوزي بعد العيد على طول؟ ان شاء الله انتي مكتوب كتابك صح؟ اوه مكتوب كتابك من ايه؟ من شهر واحد الف مبروكة حبيبتك فيك اه ان شاء الله النهاردة هتاخذي وتستلمي معنا كده لأجهزة مقدمة مؤسسة الدنيا جديد مبروكة حبيبتك الله يبارك بيك مبروك يا حبيبتي اسمك؟ اسمه منار منار انتي شكلك صغير او؟ اهو عندك كيف؟ عندك واحد وشرين سنة عندك واحد وشرين شكلك اصغر من كده؟ لا عندي شيء عندي اعاد شيء وليلي انت خطبت كده من ام؟ اه كده وقالي سنة واول ما تخطبتك كتبت كتابك على طول؟ لا اول ما تخطبت بعد كده عدنا سنة وبعد كده كتبنا كتب هتتجوزي ام؟ ان شاء الله على بعد بايه طب وليلي انت في المدرسة ولا في ايه؟ لا ما تعلمتش عشان وردتي على يد حلات كده وقالت لا انت امامتك خلفت كم انت اخواتك كم؟ احنا 4 بنات على 2 بيوم خلفت 6؟ ما شاء الله يعني بس يعني المفروض هي مثلا زي ما انت بتقولي على قدة حالها ما كانش مفروض تخلف 6 هاي جاك كده طب انت فكري بقى ما تفكريش زيها ركزي هاي انت تخلي في اتنين وربنا يبارك فيهم عشان تعرف يتعلميهم وتأكليهم وكده ان شاء الله يعني انت ما دخلتش مدرسة اصلا؟ ما دخلتش مدرسة ولا اخواتك؟ لا اخواتي دخلوا بس ما كملوش يعني هما دخلوا وما كملوش بابا كيفين؟ بابا متوف ميش يا حبيبتي وليلي بقى العريز بيشتغل ايه؟ اشغل في العتبة واجهزة عرايس ميش والنهاردة انت هوجا يتخذي جهاز عرايس ألف مبروكة حبيبتي وتاخدي النهاردة بقى معانا من المؤسسة تاخدي اجهزة كهربائية وربنا يبارك الله يبارك فيك مبروك يا حبيب أتعرف علي نورة خليب اسمك إيه؟ نورة خليب نورة مبروك يا نورة عندك كم سنة يا نورة؟ نورة واحد وعشرين عندك واحد وعشرين؟ طب يعني بتشتغلي بتتعلمي ولا حاجة؟ لا حاجة عندك بتعملي إيه في البيت؟ عندك كم أخ وأخر؟ الثلاثة ثلاثة؟ ومامتك وباباكي؟ لا أبي متوفي مامتك هي المربياكو كده؟ مامتك بتشتغل؟ أبا أنت بتصرفو الزاية؟ أخوات شغالين آه أخواتك أكبر منك بيشتغلو؟ نرسوه يعني يعني عندكه شباني أنت البنت الوحيدة؟ كلهم متجوزينو ولا إيه؟ لا أبي الرجلة متجوزين يعني أنت بأخر بقى واحد طب والعريز بيشتغل إيه؟ يعني علي الله، أرجاء علي الله أرزقي Ellis قبلك أارزقي علي الله يعني هو بيشتغل أرزقي علي الله يعني عمل؟ يعني العريز بيشتغل إيه؟ يعني شغال في مطعم يعني دلوقت شغال في مطعم وممكن يشتغل بعد كده حاجة تانية يعني هو ايه بيطلع كده الشغلان بتاعته حسب ما يكمل فيها طيب وانتو يعني الشقة اللي هتجوزوا فيها جهزتوها ام تجوزي ام بعد العيد وجوزتي يعني كتبتي كتابك من ام من قريب مارش يعني كم شهر خطبتي ام مش شكرا من سنة مثلا يعني تقريب مبسوطة ولا ايه طبعا طب يا حبيبتي الف مبروك نهارده مؤسسة الدنيا جديدة مقدملك اجهزة كهراء ماشا وتعلمي ولادك بقى شكرا مبروك يا حبيبتي مبروك يا حبيبتي اسمك ايه اسمي ايمان ايمان يا حبيبتي الف مبروك عروسة جميلة ربنا يبارك الله يبارك فيك هتجوزي امتى ايمان هتجوز بعد العيدة ان شاء الله يا حبيبتي وبيتك اتجهز وكله ان شاء الله ان شاء الله انتي عندك كم سنة انا عندك شين سنة وبتشتغلي لا في التعليم لا عهدت في مدرسة خربتي من سنة كم تاني عديتش ليه؟ عشان الحياة المادية انتي باباكي بيشتغل ايه؟ بابا مفصل عن ماما مين بيصرف عليك؟ ماما بتاخد معيش انتو كم اخ واخت؟ انا اربع بنات وولد خمسة ما شاء الله ماما ماما طيب وانتي الوحيدة بقى الكتيريسة مجوزتيش ولا انتي اول فرحتك؟ لا انا لسه اخر واحدة اسيسة انتي اخر واحدة؟ طيب الحمدلله 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 لألف ومبروكة حبيبتك الله يبارك لك حبيبتك الغاردة اتخذ بقى الاجهزة الكهرباء من مؤسسة الدنيا جديدة وربنا يبارك لك حبيبتك الله يبارك في حضرتك موسيقى مبروك يا عروب الله يبارك فيك اسمك يا حبيب عبير عبير ألف ومبروكة حبيبتك الله يبارك فيك انتي عبير عندك كم سنة؟ 18 سنة انتي صغنانة لسه؟ نعم في المدرسة ولا ايه؟ لا مالله ما تعلمتش أصلا خالص؟ لا ولا دخلتي لحد ما سنة ابتدائي ولا كيف؟ لا ايه سنة ما كملتش يعني ما بتقريش وتكتبي؟ لا مش شوية مش قوي يعني يعني بتكتبي اسمك بس؟ ايه انتي ليه خرجت من المدرسة؟ نو يعني ظروف كده ما كانش تسمح ان انا كمل يعني انتو كم اخو واخت؟ احنا خمس بنات وجصوا بياه سبعة كتير وباباكي بيشتغل ايه؟ بيشتغل في مصنعته امامتك بتشتغل؟ لا فماقدرش ان هو يصرف يعني عليكم ايه طب والعريز بقى بيشتغل ايه؟ برضو في مصنعته زي ابو يا برد برضو؟ ما تخلي فيش كتير بركزي يا عبير هما اتنين تربيهم تربيه حلوة عشان ترافي تعلميهم شوفت انتي باباكي مقدرش يربيه يربيكوا كلكوا ازاي؟ اكي مؤسسة دونيا جديدة مقدمالك الأجهزة الكهرباء ألفا مابا يا الله يبارك فيك واجهزك وكل خير مبروك يا حبيب مبروك يا حبيب اسمك ايه؟ ايمان ألف ومبروك يا حبيبت قلب مبروك فيك عندك كم سنة ايمان؟ 25 25 بتشتغلي؟ نا بخلصت تعليمك؟ ميت بمتجرة مبروك عليك ما اشتغلتش لي بقى؟ يعني في البيت واخواتك كم؟ عنتي احمد 17 بنتو اتنين يعني؟ مم وباباكي بيشتغل ايه؟ لا مش شغل كفيفة ومامتك؟ نا مش شغلها ومالتو تصرفو ازاي؟ يعني بيخبوا وبيخد تنملك تميعي معيش معيش معيش؟ عايشين بقى بيكلو؟ او واخوكي بيشتغل؟ نا بيتعلم صغير طيب انت العريز بقى بيشتغل ايه؟ شغلو زواني حاليا؟ انا ايش؟ طيب يا حبيبتي ألف ومبروك هتجاوزي ام؟ طيب بركت ان شغلو بعد العيد الله يا حبيبتي ألف ومبروك ربنا يكرمك يا ايمان والنهاردة مؤسسة دونيا جديدة هتقدملك الأجهزة الكهرباء انت كده شقيت الجهزة؟ او الحمد لله الحمد لله ألف ومبروك يا حبيب سلام عليك رحمة الله بركاتر اهلا انا حبيبتي اسمك ايه؟ احليم احليم اهلا يا عروس اهلا بيت مبروك يا حبيبتي قلبي احليم انت عندك كم سنة؟ 18 18 صغيرة لسه عالجوائق اوه هيجوزوا من بدر بقى ليه بقى؟ اوه بيجوزوا كده من سنة 18 انت في البلد عندكوا كده يعني؟ اوه 18 يكتب في بقى في البلد ساعات بيجوزوا بنات اصغر من كده؟ اوه بيكتبوا عرفة ايه بتبقى عندها كم سنة مثلا؟ اه 13 14 15 16 حاجة زي كده يعني صغيرين اوه دول؟ هنا من كده بطالع يعني من 13 بطالع بس 13 دي طفلة اوه عندنا بقى كده عندكم نظام كده في البلد ما بتبقاش طفل؟ اه ويبقى العريز بقى لما هي عندها 13 يبقى عنده ايه 15؟ لا تبقى عنده 20 21 حاجة زي عنده تبقى 18 راه عنده 11 حاجة زي كده يعني دايما ان الولد بيبقى عدى السن الصح لكن البنت هي اللي بتبقى لسه صغيرة نعم بعدين يستنوا بقى يكتبوا رسمي بعد ما تعدى الـ 18 صح؟ اه امكت بنتين بقى يعملوا بقى كدب كتاب بقى يعني الورقة بقى اللي هي الرسمية امكت بقى وكانت خلفت بقى مش عارفة بقى السرقة يعملوا ازاي شدت الميلاد لخبطة اه لكن انت 18 تماما اه 18 تماما طيب وانت هتتجوزي بقى بعد العيد على طول؟ اه بعد العيد والعريس عنده كم سنة؟ اه 25 كويس تمام انت تعلمتي ولا ايه؟ اه طلحت من سنة ستة طيب يعني بتقري وتكتبي امم ليه خارجتي من مدرسة؟ لا ده مانات فصل واحد فصل واحد هو اسمه فصل واحد انتو المدرسة عندكو لغاية سنة ستة بس؟ ما هو في الفصل الواحد لسنة ستة اه وبعدين؟ وبعدين فيش بعد كده؟ تكمل بقى في المدرسة اقول عداد وطانية عداد وتكمل بقى ماكملتيش انت بقى معلش ولادك بقى تركيزي معهم؟ مهمة قوي التعليم هي أحلام التعليم؟ آه لازم تركيزي بقى مع ولادك ووزك بيشتغل إيه؟ ووزك بيشتغل في مزرعة في مصر هنا بيشتغل في مزرعة وانتي هتيجي هنا تعيشي هنا في القاهرة؟ لا هنا جنب هنا انتي هتفضلي في البلد وهو يروح ويجي في الشوق؟ آه تمام خليك قاعدة جنب ممتك ممتك فين؟ أنا في أيها يعني قصدي هتبقى قاعدة جنبها في البلد؟ آه تاني شرعة طب جنبينا أحلى حاجة آه ميشة حبيبتي ربنا يوفقك أحلامه والنهار ده مؤسسة دونيا جديدة مقدم لك أجهزة كهراءة شكرا لي هتعرف عليك؟ نورة نوها؟ نورة نورة أهلا يا نورة مبروكة حبيب الله يبارك فيك نورة شكلك صغير عندك كم سنة؟ 19 19 سنة؟ انتي في المدرسة ولا إيه؟ ليس ما دخلتش المدرسة دخلتش أصلا؟ خالص؟ دخلت لحد سنة ربع بس يعني بتقري ولا ما بتقريش؟ لا تعرفيش تقري؟ لا بتكتبي اسمك بقى حتى ولا لأ كمان؟ نص نص حتى اسمك نص نص؟ نورة عنتي لغاية أنها ربع بتاخدي إيه؟ مش في حاجات خدتيها؟ نسيتيها ولا إيه؟ يعني ممكنتش بروح أول بتش بتروحي المدرسة؟ ليه ما كملتين؟ حصل عندنا حاجة يعني هناك في البلدنا كانوا بيتعاركوا على أرض وكده جنب المدرسة يعني فنزلت التتخطخة نزلت في المدرسة المدرسة قفلت يعني؟ كانش حدا بيعرف في روحها؟ لا ماشي طيب إني أنت في حاجة فقطيها يبقى تديها لولادك ماشي؟ هو تعليم حاجة مهمة على فكرة جدا 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 يا نورة عارف أنت حاسة أنه هو حاجة مهمة ولا أبس هو حاجة مهمة أوي ماشي؟ لازم ولادك حقهم عليك أنك تعلميهم تمام؟ طيب دلوقتي أنت خطبتي وتكتب كتابك هتتجاوزي أم؟ أثنين عجرة إن شاء الله يا حبيبتي ألف مبرو الله بارك فيه العريز بيشتغل إيه؟ ما عرفش وبيشتغل في السويس بيشتغل في السويس؟ مخطوه بقلك قد إيه؟ سنة ما أخطوه بقلك سنة؟ ما سألتش أنت بتشتغل إيه؟ لا ما بسألش عن حاجة زي دي ويقول لي أنت بتسأل لي وكده ما بقى أسأل واش يعني هو راسة ضمتيني يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي هتتجاوزي واحد تعرفي مثلا أن هو بيشتغل في مزرعة، هو بيشتغل في أرض، هو بيشتغل سوي يعني بيقولك إن بسألي ليه؟ قوليه عشان هتجوزك بسألك عشان أنت هتبقى جوزي أبو عيالي في حاجة اسمها بسألك ليه؟ ضح يا نور طيب عموماً ربنا يوفقه حبيبتي وربنا يوفقك إن شاء الله وإحنا النهاردة مؤسسة دونيا جديدة مقدمي لك الأجهزة الكهرباء وإن شاء الله حياتك تبقى حلوة يا نور نعم عم بحبيبتي أبي ألفا ألفا مبروك يا حبيبتي الله يبارك فيك اسمك إيه؟ فاطمة فاطمة عندك كم سنة؟ سبعتاشرة أنت عروسة صغيرة يا فاطمة نعم على النصيب يالله فاضلك سنة بقى وتتجوزي ولا إيه؟ لا يعني أنا جوز بعد العين إن شاء الله يا حبيبتي هتكوني بقى أشاقة تكملت وكده وإحنا النهاردة مؤسسة دونيا جديدة هتديك الأجهزة الكهرباء بس إنت بيتك خلاص كله كده تمام؟ يعني إسا فيها جهزة ماكملتش وكده إحنا أنكمل جهزة هتكمل بقى هون نهاردة إن شاء الله إن شاء الله كلهم أفضل تعريكم انتم الله يخليك حبيبتي وأنت اتعلمتِي ولا إيه؟ أنا عدتي من ثلثا عدادة طيب يعني تقريب تكتبيه كله طبعاً؟ أيو ه عدتي ليهما أكملتيش؟ نعم عشان خطيبة بها нравيا خطابني سنة تيم telescopes فما كنت شاين فعلان أكمل يعني تمام خطبتي صغيرة برضو في إعداد أم طيب وخطيبك بيشتغل ايه؟ خطيبه بيشتغل سواع على عربية تمام هوا جاركو ولا عرفتي ازاي؟ اه جارنا تمام يعني ربنا يسعيدك يا حبيبتي انتي وهو ويبارك لك يا عرب عامل يا عرب الف مبروك الله يبارك تعرف عليك؟ ايمان ايمان مبروك يا حبيبتي؟ راني اسمك ايمان ولا راني؟ راني انتي اسمك حاجة في الشهادة وفي اللي بيندهوك يا حاجة؟ اسمك الحقيقي المكتوب في شهادة الميلاد ايه؟ راني والبيندهوك ايمان؟ اه ليه بقى؟ الشهرة اماء يعني مامتك هي اللي سمتك اسمه وباباك اسم؟ اه انتي بتحبي انهي اقدر؟ اه بتحبي انهي اسم اقدر؟ راني بتحبي اسم رانيا؟ ماشي مبروك يا راني الله يبارك فيك والعريس اسمه ايه؟ اسمه اسم محمود محمود الف مبروك الله يبارك فيك بيشتغل ايه؟ شغلنته عادية يعني كده أرزعي يعني عمل؟ لا في المصنع بيشتغل العمل في المصنع؟ طيب أرزعي يعني ايه؟ أرزقي يعني؟ أرزقي يعني؟ يعني شغل عادي باليوم يكه أرزقي على باب الله يعني؟ طيب لكن جهزتوا حاجتكم عشان نتجوز ولا ايه؟ احنا قاعدين بالأجار وما حلقناش حاجة يعني ما الأستاذ جاء قال ايه؟ قال فيه جماعة يعني بيجبوا حاجاته كده وانتو الحمد لله بيجبونا حاجاته الحمد لله انت النهار ده هتاخذي أجهزك يا ربا مؤسسة دونيا جديدة عشان ان شاء الله تتجوزي بقى ماشا الله يخليكم مبرك فيكم يا رب الله يخليكي ألف مبركة حبيبتي علي استلميحك احنا هيكون معنا دلوقتي فاطمة ومؤسسة دونيا جديدة وطبعا مؤسسة دونيا جديدة شركائنا في الخير وموضوع تجهيز العرائز ده بالذات هي حملة على طول منتظمة باستمرار ومن أهم أنشطة المؤسسة طبعا يا دعاء احنا من السنة اللي فاتت مع بعدينا انطلقنا في حملة تجهيز الفتيات اليتيمات بدأنا في الأول وبعد كده دخلنا على الفتيات الغير قادرات على الزواج وبقينا نجهزهم ونشوف احتياجاتهم وان شاء الله الحملة دي هتفضل معنا على طول لان دي من الحاجات الأنشطة الأساسية عندنا في المؤسسة وان شاء الله مع بعض على طول في الخير وحنيعمل حاجات كتير جدا جدا مع بعض ان شاء الله ان شاء الله النهاردة انتو جايبين جهاز عرائز هنسلم هنا النهاردة 16 عروسة تمام احنا معنا 16 عروسة حنديهم الغسالة والتلاجة والبوتاجاز اللي هما عايزينهم فيه وما تتصوريش قد إيه الفرحة لما هما بنقولهم حاجة زي كده بيبقوا مستين جدا 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 حملة كبيرة لأجهزة الكهرباء دي طبعا طبعا وبالنسبة لهم حاجة زي كده بتبقى صعبة قوي ان هما يجبوها وبتبقى حملة قيل فان شاء الله دايما هنعمل كده وفرحة ودلوقتي هنرقص ونهيص ويستلموا الحاجات وحتبقى حاجة جميلة جميلة وفرحة محدش في حسها إلا اللي فعلا بيعمل للخير الحمد لله وربنا يتقبل ويقدرنا دايما على الخير يا ربي دايما يتقبل يا دعاء رب دايما رب دايما